السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 16 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود بالقوس في عنا خلو مسار ومستمر خلو المسار لغاية ساعة 7.41 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجدي ورح يظل القمر موجود في برج الجدي لساعة 11 و27 دقيقة من ظهر يوم السب لا ينتقل القمر بعديها لبرج الدلو بالنسبة للقمر طبعا الآن هو موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و41 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية وبما أن القمر موجود من الآن ولغاية الساعة 7 و41 دقيقة من صباح اليوم الخميس موجود في برج القوس معناته منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو اتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية وصلنا للزوايا اليومية طبعا ذكرنا في حلقة الأمس أنه في خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة عشر وست وخمسين دقيقة من مساء يوم الأربعاء ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة من صباح اليوم الخميس ليستقر القمر بعديها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة هاي اللي هي فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة صباحا خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الجدي فعشان هيك من ساعات الصباح منصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من عواطفنا في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا بعض ما ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا البدء بعمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي أول زاوية رح تصير بعد الانتقال زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن عمليات جراحية كبرى لإلها أول شيء من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن عشان هيك هاي الأعضاء اللي ذكرناها لا يصلح عمليات جراحية لإلها ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة يوصى بإجراء العمليات الجراحية اليوم طبعا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لأنه القمر راح يكون يعني الجلد والشعر من الأشياء الحساسة جدا إلا إذا كانت العملية ما إلها أعراض جانبية ما في إلها سلبيات ما في أي مشكلة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي الصقل الصبغلا الحنو ماشي الحال ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه راح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم بيكون الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة من صباح يوم السبت وبيستمر لغاية الساعة احداش وسبعة وعشرين دقيقة من ظهر نفس اليوم له يوم السبت لينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد الهلال عمره ثلاث أيام في تمام الساعة سبعة واربع عشر دقيقة صباحا بصير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة بتصير أرباطاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي زي ما حكينا ورح يظل في الجدي لليوم ثمنتاش احداش سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في القوس حتى يوم واحد اثناش سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم أربعة اثناش منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في العقرب حتى يوم أربعة وعشرين احداش منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اثناش منتحس بنسبة خمستاش في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ست سعيد بنسبة خمستاش في المية ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والامتحانات والاتصالات لا سيما لبعيدة وبرضو الامتحانات الجامعية وبتشعروا بقوة العاطف والتجاوب أحباكم معكم ولكن أهم شيء أنه ما تعتمدوا على الحضوض اللي عنده سفر في فترة خلو المسار بده يتفقد أمتعته ويروح على المطار أو يذهب للمطار قبل الموعد وانتبهوا أثناء القيادة وديروا بالكم من العصبية أما من ساعات الصباح فهون بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تصير انتضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسئولياتك وهذه الفترة تعتبر فترة واعدة إذا التزمت باللي ذكرناه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة وتنظيمها سدادها ترتيب فوتير دفعات مراجعة بنك ضريبة تامين أشياء من هذا القبيل وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي ولكن بدك تنتبهوا بدك تخففوا من النفقات المتصاعدة تنتبهوا من المحتالين وما تغامروا وتجازفوا مجازفات مالية بمشاريع غير مدروسة بفضل تنتظر لحد ما ينتهي خلو المسار بعدها الأجواء بتتحسن من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبصير في نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بالسفر بالتسويق بالنشر بالدراسات العليا بالأمور العاطفية وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة يعني في تحرك على مختلف الأصائد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح ولكن بتظل الأجواء جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بدون مشاكل وبدون عصبي وبدون حدي وما تفقد السيطرة على عصابك نهائيا لغاية ساعات الصباح حاول أنك تعمل بشكل روتيني وخلي أمورك يعني بغدو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما من ساعات الصباح فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمعن بالك وبتفرح لتطور ما خلال هذا اليوم وخصوصا على الصعيد المالي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز الآن لأنه القمر بده يبدأ بمراحل المقابلة لإلكم فحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون المبالغة في ذلك دقق في أعمالك قبل تسليمها عشان ما يكون فيها أخطاء أو تكون ناقصة انتبه من أي مواجهة ما بينك وبين أحد الزملاء أو العصبية برضو بدك تنتبه لغذاءك وراحتك وتنتبه لصحتك إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برضو من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما فعشان هيك بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو حتى ما بينكم وبين الأزواج لكن بتكون تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم ولكن تحمل لك بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع الارتباط المهم فعشان هيك لازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل التركيز على الأمور العاطفية وبيظل في رغبة في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبيظل في نوع من أنواع الحضود ولكن ما بنصح أنك تعتمدوا عليها حاول أنك ما تدخل بأي مواجهات أو مشاحنات ما بينك وبين أحباك خلال هذا اليوم لأنه غلال فترة خلو المسار الأجواء شوي بتكون مشحونة فممكن يصير فيه سوء تفاهم أو عصبية أو قلق على أحد الأحبة أما من ساعات الصباح فأوانا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن أنك تشعر بالتوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز اليوم قوي جدا ولكن من الآن ولغاية ساعات الصباح التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة وبظل في مجال إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعاون ما بينكم وبين أحد أفراد العائلة وبظل في علامة استفهام للقلق حول وضع عائلي أو ممكن عطل منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية بدك تضبط أعصابك أما من ساعات الصباح وما بعد فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسب لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات القصيرة ولكن بتنتبهوا أثناء قيادة السيارة وأثناء الحوارات والنقاشات خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعة الصباح وهذا اليوم يعني بظل مناسب لإجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضود بتعزز العلاقة برضو أو بيكون فيه موضوع معين بيتعلق بأحد الإخوة أو أحد الجيران أما من ساعات الصباح فهنا التركيز كله بصير على البيت وعلى العائلة وبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك فحاول أنك متخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل في مجال لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتكونوا حذرين أيضا من المصابين والمحتالين من الآن ولغاية ساعات الصباح وحاولوا أنك تمتنعوا عن أي مشتريات ومصاريف غير ضرورية وإذا في مسائل بتتعلق بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك وحتى عن المستوى العاطفي والتواصل مع الأحبة ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية ولكن زي ما حكينا القمر في فترة خلوه ومسار حاولوا قدر الإمكان قدر الإمكان أنه يعني ما تكبروا الأمور مع معارفكم لأنه ممكن يصير في بعض تقلبات المزاج عندكم من الآن ولغاية ساعات الصباح رغم أنه ما في أي مخاطر إلا أنها بدها نوع من أنواع الانتباه أما من ساعات الصباح فهنا بصير التركيز على الوضع المالي ممكن تنظموا ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن لا تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا وما تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة أنتوا اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر بما أنه موجود عندكم يعني بتكون تنتبهوا لصحتكم لأنه لسه ما انتقل هو بده لساعات الصباح وإحنا فترة يدخلوا مسار فعشان هيك بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ الوتيرة لحد الركود ولكن أي شخص بوعدكم بأي شيء حاول أنك ما تسدوه لأنه ما رح يوفي فيه بتلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع معنوي أو تأخير أو تعطيل أو أمور صحية أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير موجود عندكم تستعيد نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاهها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو بتحمل لك هاي الفترة خبر صار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل التركيز على العلاقات الاجتماعية وعلى أصدقائكم صحيح أنه ممكن يكون فيه دعم من بعض الأصدقاء ولكن ممكن يصير سوء تفاهم بالنسبة لإلك ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني الأجواء مناسبة وسعيدة جدا للتلاقه أو للإستشارة أو للحوار الاجتماعي ولكن ضبط العصاب مطلوب لأنه في ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة وتعتبر هاي فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل فيه يعني شوية إيجابية أو هيك مناسبة لأوقات للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا شوي ممكن يصير هيك مواجهات ما بينهم وبين أحد المسؤولين أو ضغط عليهم شوي أو تظهر مسألة أرقهم فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب حاولوا أنك تكون يعني هادئ جدا اتجنب مخالفة القوانين قدر الإمكان عشان ما تشوه سمعتك من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتوجه لدعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء حاولوا تصحيح الأخطاء والعلاقات المتردية وما تبقوا واحدين فترة تعتبر ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر